لعدم القراءة الصحيحة طبط للصلاة للقرآن الكريم طبعا الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في فاتحة الكتاب إن كان اللحن جليا فيؤدي إلى بطلان الصلاة لحن الجلي هو أنه يغير حركة بحركة أو حرف بحرف على أن يؤدي ذلك إلى تغيير المعنى كان يقول صراط الذين أنعمت عليه نسب الفعل لنفسه أضافه إلى نفسه أو يغير الضاد بدال يعني يبدأ يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول ولا الدالي في نفسه المستعى أيوة التقعر أيوة في فاتحة الكتاب إن غير حرفا بحرفة بحرف أو حركة بحركة على أن يؤدي ذلك إلى تغيير المعنى إلى تغيير المعنى فهذا لا شك أن يؤدي إلى بطلان الصلاة لمن يستطيع لا يؤخد فيه ناس ما تعبش تقرأ يتتعتع في القراءة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ترجمة نانسي قنقر